والحمد لله بالعلم النافع والمفيد الذي كان الناس في أمس الحاجة إليه وإن السيد الفقر ودي أوقاف لا يمالي الرؤون ومعه عقل أنه أحدث صحوة دعوية على السابع لا يمالي فيها في مجالس الحديث النهوية وفي المجالس القرآنية وفي الدعوة إلى الله وهذا النشاط وهذه الصحوة أحب أن أقول لكم يا فضيل توزير الأوقاف لا تقتصر فقط على شهر رمضان بل إن سائر الشهور وسائر الأيام في حاجة أن يستمر هذا النشاط وأن تستمر هذه الصحوة لأن مجتمعنا الآن يعاني من مشكلة بعض الذين أصابهم الغرور العقلي فراح يكفرون ويفسقون ويبدعون الدولة ونظامها وعلماءها والسائرين فيها نحن في أمس الحاجة إلى تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة التي وقع فريستها كثير من شباب أمتنا من أجل ذلك أقول لكم استمن على بركة الله وثق أنك على طريق الحق وعلى الصراط المستقيم وضاعف جهودك في الدعوة لأن كنا نثني عليك ولأن كنا نذكر ونشكر الجهود الموفقة السابقة والتي كانت في شهر رمضان إلا أننا نطالبك ونطالب الدعوة أن تمدن لك وللوزارة وللعلماء أن يؤدوا رسالتهم مضاعفة عن ذي قبل لأن الحاجة في أمس ما يقول إلى ذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي وقع فريستها كثير من الناس والذين ليس لهم انتماء لجماعة أو لعصبية العامة من الناس يكادون يقعون في غوة هذا الجهل المحبط فالسر على بركة الله ضاعف جهودا لا تقتصر في الدعوة على ما مضى وأنا على يقين أن هذا الانتباع ما هو إلا دفع قدما إلى الأمان نحو مواجهة التحدي الحطاري والانفجار المعرفي الذي يعيشه العالم من حولنا اليوم وأدعو الله من كل قلبي أن يمكن لكم وأن يوفق العلماء والدعاء إلى ما يحبه ونضعه ومجالس الحديث النبوي التي أنشأتها واستحدستها ولم تكن مسبوكا فيها هي مجالس الخير لهذه الأمة والإمام الشافعي قال أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم حتى قال القائل أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسهم أنفاسهم صاحبهم وقال إبراهيم بن أدهى إن الله ليرفع البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث وأهل العلم الذين هم ورسة الأنبياء والذين هم ذكروا في الشهادة بالتوعيد مع الله وملائكته شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وظن العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزي رحكي معك الآن أئمة فضلاء معك الآن يا سيادة الوزير علماء أجلاء اخترتهم واستفيتهم وهم أهل لهذه الرسالة فلا تقصر في حقهم ولا تقصر حين أقول لك لا تقصر أقولها للدولة قيادة من القاعدة للكم لأن أقل الناس معاملة مالية هم العلماء ولأنهم حين كنت في مجلس النواب طلبت برفع رواتب علماء الإسلام والدعاء تهين الناس ويعيشون في أمان لا حدود لها يعيشون في أمن لا حدود لها ويعيشون في سعادة لا حدود لها ويوم أن يسعد الفرد والمنتمع والأمة حين لا يخافون من أحد بل من الواحد الأحد سبحانه وتعالى لا تخاف من أي شيء روعة كن مع الله يقل ربي معك قلتها سيادة الوزير في كلمة كن مع الله يقل الله معك لا تخاف من أي شيء روعة كن مع الله يقل ربي معك وإذا نامك كرد فاستبر وادع مولاك وكفكف أجمعك ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وقل من أبدعك واسأل الصبح تجلى واسفرا بعد ليل حالكم من أطلعك سالرسول الله قل يا مصطفى يا شفيع الكرد من قد شفعك إنه ربي إله واحد كن مع الله يكون ربي واحد